بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم سلسلة حلقات الكوارث والمشاكل الكبيرة جدا اللي انت ممكن تعملها كصاحب سيارة دون قصد أو يعملها أحد المتخصصين أو أحد الفنيين الغير متخصص المشكلة سببها بسيط جدا وحنفاجأ أن المضاعفات والتكلفة عالية جدا جدا فمهم أن انت تنشر الفيديو دقيقتين أو ثلاثة أو أربعة بالكتير مهم ما يقفش عندك عشان غيرك يستفيد اللي حصل من فترة بعدت السيارة تغير زيت الجيربوكس ما كنتش فاضي أن أنا أغيره بنفسي وفجأت بعد تغيير الزيت في الورشة أن السيارة قعدت شهرين بالضبط وبدأت تظهر النتعة والاهتزازات والمشاكل الكبيرة جدا لدرجة أن أنا فكرت أن الجيربوكس تلف ومحتاج تغيير مهم جدا حاسب لك الفيديو الكامل على القناة التانية الرابط هتلاقيه في الوصف أسفل الفيديو عشان لو عايز تستفيد وتشوف طريقة الفك والتغيير وفحص الفلاتر والمصامير وكل شيء ونروح مع بعض نشوف المشكلة اللي معانا وكل شيء عنها بالتفصيل بدأنا نفك الطببة بتاعت الزيت عشان تبقى الكمية اللي نزلة معايا لما فك الكرتير قليل لما فض الزيت بدأت فك الكرتير وفك المصامير الخاصة به بلقمة 8 وبعد كده ظهر معايا السلونويد اللي حناخده ننظفه ونعمله الصيانة عشان يضيع أي نتعة في الجير حاسبهولك زي ما قلتلك في الرابط أسفل الفيديو على القناة التانية فيديو مهم جدا تشوفه بعد كده بنخرج المصامير وبنيجي بقى عشان نشوف كمية الزيت أو نعيرها لو أنا ما عنديش الكتالوج بتاع السيارة بنفاجأ وإحنا بنفضي الزيت إن المغناطيسيات اللي هي مسؤولة عن جذب برادة الحديد ومنعها إن هي توصل للسلونويد عشان ما تعملش مشاكل كبيرة جدا وتعمل رجة ونتعق وخلل في القراءات بتاعة السلونويد فجئنا إن هما في الورشة نزعوها بالكامل أو شلوها من الكرتير للأسف طبعا دي مشكلة كبيرة جدا وحتؤدي إلى مشاكل وخلل تعتقد أنت إن الجير بوكس تلف طب هنحل المشكلة دي إزاي وحنجيب مغناطيسيات إزاي ممكن من أي سماعة موجودة عندك في البيت تقدر بكل سهولة تفك واحد هنا إحنا فكينا اتنين وركبناهم في الكرتير بتاعة الزيت وراحت النتعة وراحت المشاكل ما تخليش الفيديو يقف عندك ويرب حضراتك تكونوا استفادتم وشكرا جزيلا لكم